أنا آسف ومتأكد أنك راح تنسدهم لكن لا بيك تعرف أن القاموس ما هم مدرس لغة إنجليزية So قول معاي إليه بمتى تقولها في قلبك قولها بصوت عالي يلا ما بعض واحد اثنين ثلاثة So اليوم بإذن الله تعالى درسنا بعنوان ما فيه مجال سهل وبسيط سهلت لك وراح أسهل لك برضو بطريقة الشرح عشان تستوعبه وتفهمه وتستفيد منه ما فيه مجال في اللغة الإنجليزية راح تقول There is no room There is no room تذكرون ما شو قلت في أول الدرس أن القاموس ليس مدرس لغة إنجليزية أي أحد يعتمد على القاموس مئة في المئة الجملة هذه بالنسبة له الحين doesn't make sense مهي منطقية لأنه متعود أنه سيارة سيارة تقول له سيارة يضيع بما أن الكار والرايت كلها معناها سيارة أيضا بس القاموس ليس مدرس لغة إنجليزية ما ينفع نعتمد عليه مئة في المئة لنرجع لجملتنا اللي هي There is no room for There is no room for أحفظها زي اسمك There is no room for There بمعنى هناك هذا معناها الوحيد في اللغة الإنجليزية Is وهي فايا المساعد وليس لها معنى حرف يعني No وهي بمعنى لا اللهم جات هنا عشان تنفي الجملة تبتلك كلامي إن القاموس ليس مدرس شوف There في القاموس بمعنى هناك Is بيعطيك إياها يكون يعني غالبا No بيعطيك إياها لا لا يكون is كذا رح يعطيك إياها لكن There is no بمعنى لا يوجد هناك واضح بمعنى لا يوجد هناك There is no احفظها كذا لا يوجد هناك ثم نقول روم روم بمعنى إيش ها ممتاز كلنا عارفين غرفة الغرفة هي روم لكن أيضا لها معنى ثاني وجد جبار وجميل يستخدم بشكل كبير ممكن بعض القواموس ما تحطيك إياه وهو مجال مجال كلمة روم إذن معناها غرفة وأيضا معناها مجال فإذن جملتنا الطويلة كذا صارت There is no room فور لا يوجد مجال لل ليس هناك مجال لل لل هذه هي فور فور هي لل There is no room فور لا يوجد مجال لل في قاعدة هنا وأيضا القاموس ما راح يقولك إياه وش القاعدة إن كلمة فور فور اللي في آخره جملتنا فور لابد يأتي بعدها فعل مضاف في آين جي أو اسم لابد يأتي بعدها فعل مضاف في آين جي يعني لو بتضيف بعد الفور فعل لازم تضيف في آين جي عشان آين جي حبيب قلبي تبدل الفعل إلى اسم واضح جرايف يسوق جرايفين السواقة نفسها واضح الفكرة اختصار للغة يا حبيبي فإذن فور يأتي بعدها يكون في اسم أو فعل مضاف في آين جي كذا نبدأ الأمثلة واحد نقول there is no room for complaining there is no room for complaining ما في مجال التشكي there is no room for complaining اثنين نقول there is no room for doubt there is no room for doubt ما في مجال للشك كلمة doubt في حرف البي والبي يكتب ولا ينطق سبني انت غبي ولا ايش انت قال قبل شوي ان بعد الفور نضيف فعل في آين جي أو نضيف اسم وانا اللي عرف ان داوت يشك والدليل اقول مثلا do not doubt me لا تشك فيني حب الفلسفة انا على اني ما احب الجدال لكن كلامك صحيح نعم كلمة doubt هي فعل وفي نفس الوقت هي اسم doubt بمعنى يشك وبمعنى الشك نفسه ها كيف لجمتوك there is no room for complaining for stubbornness there is no room for stubbornness ما في مجال للعناد حدا انا عنيت الله يعينكم there is no room for stubbornness ما في مجال للعناد in this business there is no room for emotions شغل هذا وفي مجال هذا العمل ما عندنا احنا مجال للأحاطفة والأحاسيس oh my god i'm in bad mood i can't work ما انا عارف get lost baby في طلعة بالسيارة وفي تمشية في سفرية في اللهية تجي تبي تروح معاهم يقولوا لك ايش there is no room for you ما في مجال لك أو ما في مكان لك ما في مجال لك yeah ما عليك oh sorry oh sorry man there is no room for you go lose weight something هذه حلوة لأنها روح ونسي there is no room for me in your life there is no room for me in your life ما في مكان ليه في حياتك لمَ ما في مجال لك there is no room for weeping there is no room for weeping طيب وكراين نفسها there is no room for weeping أشهر سؤال ودائما يجيني في كل مكان ممكن تشوفونا أنتم في التعليقات ممكن الآن السؤال هذا في بالك كيف تعلمت انجليزي انت ها تعلمت انجليزي من هذه الجملة تعرفوا الشي there is no room for failure there is no room for failure there is no room for failure ما في مجال للفشل فشل يعني أنا نظامي من بجيت وانا صغير يا أوصل يا أوصل ما كان في عندي خيار يا أوصل يا ما أوصل لا ممكن ممكتوب لي how did you know كيف تعرف so you don't know what's what yeah that's why I keep chasing my dream and you can too alright إذا أمنت بالجملة هذه there is no room for failure في حياتك ما في مجال للفشل ما في ممكنها أكسل ممكنها أطفش بس أفشل وأبطل وأقفل كل شي no way baby there is no room for failure أخذت قاعدة ودلعناك وشرحنا لك وعلمناك كل حاجة اللهم إنك الحين تأخذ جملة there is no room for وتضيف معها فعل أهم شي يكون في آين جي أو اسم زي ما أنت شئت حاول تركيب ثلاث جمل عليها there is no room for ونوى أنت عاد استخدم أشياء أنت فعلا راح تقولها بكرة في يومك في حياتك في مجالك في مجال العمل لا تبخلون علينا من زمان ما قلت لكم عطونا لايك سووا شير المقطع خذ غيرك استفيد في جملة there is no room for وياخذ قاعدة ويتعلم جملة وقاعدة وسهلة وبسيطة يا سلام ترجمة نانسي قنقر